ان شاء الله كراء جديد وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لموليد برد العقرب صلي على النبي على يفضل الصلاة والسلام اللهم بشن بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله اتمنى من احواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة فضلا وليس امر بسم الله الكاشف برد العقرب صلي على الحبيب المصطفى برد العقرب شايف هنا البعض منكم بشكل كبير جدا يعني نووي يغير حياة كثيرة في حياته سواء كان يشتري ارض او ينتقل من مكان لمكان او شراء سيارة او شراء منزل شايف ان انت بتغير حداة كثيرة في حياته عندك بشرة خير عندك هنا بشرة خير بس انتم هنا وقع لكم ظلم شايفكم زعلانين اه مقهورين اه عندكم ضيق عندكم تعب حسين بالوحدة حسين بالخزلان يعني شاف عندكم شوية عرقيل اجداد يعني حسين بصدمة كبيرة يعني من اشخاص كانت يعني الاشخاص دي كانت موضلة في حياتكم بس رغم اللي انتم فيه ده يعني رغم اللي انتم فيه عمالين تقاوموا اه عمالين تقاوموا عمالين تعافروا يعني مش فارج معاكم اي حادة لكن دو الكلب ما حدش يعلم بيغربني ما حدش يعلم بيغربني شايف البعض منكم برضو مش بينام جلدان اه تعبان اه مخنوق بسبب الحيرة محتار عملت فكر اربع عشرين ساعة في حد منكم متعرض اه لخزلان من حد كان موضل في حياته قسر قلبه يعني تعرضتوا الخزلان كبير من اشخاص كنتم بتسقوا فيها وحبينها بس انتم نويين تغيروا من نفسيكم حادات كبيرة جدا في عندك سحر ماشي هو اللي يعني السحر ده اه معمولكم من فترة من ناس جريبة منكم اه والناس دي جديبة في حياتكم يعني من فترة السحر والحد دك الان بتعانوا منه لسه ما تفكش شايف هنا فيه نفور ما بينكم وبين اهلكم او الناس المحبة في يعني شايف فيه نفور اه حاسين يعني انه هو مفتري عليكم او هو ظلمكم يعني بيتهمكم شاف فيه اه اتهام او فيه ظلم اه يعني انتم مش مرتاحين مع الشخص ده يعني بس انا شاف برضو عليكم ديون هنا او عليكم طاقة دين شاف فيه طاقة دين عندكم عليكم ديون بسم الله الكاشف يعني فيه ديون يعني ديون حد قريب لك او ديونك انت او ديون حد قريب انا شاف فيه طاقة مال في حيرة محترين فيها. وظلم. يعني المظلومين ومحترين. الظلم ده. اللهم اصلا على سيدنا محمد. يعني بسبب يعني انتو ضغطين على نفسكم. او ضغطين او عاطين طاقات ايجابية الناس ما تستهلش. واخدين منها الطاقات السلبية. شايف هنا فيه شراء اه فيه انا شايف هنا بتدي حد هدية او حد هيديك هدية. يعني شايف هنا اه انت لو بتدي حد هدية دهب. لا اما حد بيديك هدية. في عندكم خير بيزن الله تعالى. في حدا انتو عملتوها من قبل. في عمل صالح دي لك. شايف ان انت هنا مش عارف تخرج نفسك من اه من مشكلة او من اه حدا محوطات. مش عارف تخرج منها ازاي. بس ربنا يفتح لك الطريق بيزن الله تعالى. وهتخرج في مخرج من الازمة اللي انت فيه. من الضيق او من الصدمة اللي انت فيه. هتخرج بيزن الله تعالى. شايف هنا بس خلي بالك. هو في تحسن بيزن الله تعالى. في تحسن كبير ليك بمشيئة الله. اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح. بسم الله الكاش. شايف هنا? اللهم صلى على سيدنا محمد. في حد هنا. اه الحد بيعاني. عنده تعب. اه ودعم قاعدة او الظهر. او الظهر يعني او العمود الفقري او المعدة. يعني فيه اوداع عنده. في حد عندك كبير في السن تعبان جدا. اه ودائما بيشتكوا تعبان. انت زعلان عليها. واكتر من مرة رحتوا المستشفى او رحتوا لدكاترة واطباء. لكن ما فيش نتيجة. كلها مسكنات. لكن الالم عنده والتعب عنده. انتوا طيبين. بتعاملوا يعني بطيبة قلب. اللي على قلبكم او على قلبكم بيكون على لسانكم. فديه هو اللي حسدكم. على طيبة جلبكم. انتوا بتقول اللي تحسدوا على ايه? على طيبة جلبكم. على حنيتكم. على وقفتكم مع الناس. على مساعدتكم للناس. حتى لو ما معكش. وطلبت منك ناس آآ مطلب بتقضيه. حتى لو اديانت والسلفت وعطيت. فبتسلف وبتدي برضو. على طيبة قلبك محسود. على وقفتك مع الناس محسود. هتوصل للي انت عايزه بازن الله تعالي. هدفك اللي قدامك طلبك اللي طلبته من ربنا طول الوقت عمال تدعي. والست اللي تعبان او الشخص اللي تعبان بيدعي لك. فربنا هي وصلك للهدف. اصبر. ان الله مع الصابرين. ماشي تعطيل قدامك. حصل يعني هنا في بعض المتزودات. اول ما تزودين. حصل عندكم السحر تفريق. حصل عندكم السحر تفريق. يعني اه تخص التفريق. حصل مشاكل. حصل يعني النفور ما بينكم ما طيجينش بعض. ما حاش حابين. اه مش حابين الكلام. يعني حاسين بحادة حمل عليكم. حاسين بحادة بتوسوسكم. اه خلكم تشكوا. كمية شاك عندكم رهيبة. وحصل كمان منكم انفصال. اللي شايف هنا من حد قريب ليكم. اللي عمل السحر ده. والسحر ده من زمان. مش من دلوقت. السحر ده من فترة كبيرة. تصلى على الحبيبة المصطفى. انتو يعني بتقفوا مع ناس كتيرة. يعني بتساعدوا ناس كتيرة. لكن لما وقعتم في المشكلة. ملجيتوش حد معكم. ملجيتوش حد معكم. لكن منصورين. وهتخرض من اللي انتم فيه. الطريقة تفتح جدامكم في ناس دعيت لكم ودعوتهم مستدابة. دعيت لكم بالدعاء ودعوتها مستجابة. فالطريقة تفتح امامك بازن الله تعالى. شايف هنا في حد عايز ينتجم منكم. اه الشخص ده عايز ينتجم منكم. اه عايز يزيكم. الحد بسم الله الكاشف. يعني الشخص ده او السدية مش كويس. يعني غيران منكم. مش بيحبكم. بحاقد اه غيار. يعني مش بيحب لكم الخير. علشان انتم يعني هنا متفوقين جدا وشطرين جدا. لكن برضو عندكم ضغط. عندكم ضغط ناسي عليكم رهيب جدا. مضغطين. عندكم كمية طاقة ضغط. حاسين بالظلم. حاسين بالتعب. يعني حاسين ان الناس دي عليكم. بسم الله هالكاشف. الله ما صلى الله على سيد محمد. بسم الله. شايفين عندك ضغطة. عندك ضغطة بتديلك. اه همتان في الدساد. اه التعب. اه ضيق مرة. اه فادئة. اه صداع مستمر. اه ترديع. بتخرج برا المنزل بتحس براحة. بتردع للمسكن. اه تحس بالتعب. تحس بالضيق. عندك شوية اعراض اجداد عندك. بس ده. بس خلي بالك. انا شاف في علاقة تالتة. في حد عندكم هنا في علاقة تالتة. او انتوا في علاقة تالتة. خلينا ضغري كده زي ما بيقولوا او صح. في علاقة معك تالتة. ودي ده يبقى لك شوية مشاتل. شاف في طرف تالت متدخل في حياتكم. طرف تالت متدخل في حياتكم. والطرف التالت يعني بيحاول يسيطر عليكم باي طرق. بالسحر. باي حادة بالناس. بالوسوسة. بالكلام. في سد بتلفه الدور حواليكم. يعني ان كانت يعني هي عاملة صاحبة ليك او عاملة صاحبة للشريك. الله يعلم لكن السدية عاملة بطاقة سحر طاعة او جلب او سحب عايزة تأخذ. يعني هتردعكم الوراء فخلي بالكم. من اصحابكم من اصدقائكم من الناس اللي معاكم. يعني خلي بالكم وكونوا حرصين. بسم الله الكاشف والله من صلى الله على سيدنا محمد. شايفنا طريق السفار? انت بتخلص اوراك عايز السفر? او ديالك عرض سفر? في طريق سفر قدامك. هتسافر. وهتطلع من الضلمة ومن التعجيد ده هتطلع منها للنور بازن الله تعالى. لان في حد يدعمكم. وهيقف معاكم. هو كبير يعني بس هيدعمكم. وهيساعدكم. في طريق السفر قدامكم. والمشروع اللي انت هتدخله هيمدح بازن الله تعالى. وهيقف معاكم الشخص ده وهيساعدكم. وهيكون سبب كبير من بعد ربنا انه يطلعكم من اللي انتم فيه. وهيدعمكم بمشيئة الله. ماشي انتم هنا شاف ان انتم مريتم بظلم كبير. مريتم بظلم شديد. يعني طعمتم من ناس كتيرة. من المقربين. عندكم كمية طعم. بس انتم خلاص شايفكم جفالتوا بيبان كتير. لكن مش عارفين ربنا كتب لكم ايه? البيبان هتتفتح قدامكم بازن الله تعالى. هتصنام. هتصحى هتلاقي الدنيا نورت قدامك. اطلعت من الظلمة. اطلعت من الخنقة اللي انت فيه. اطلعت من الضيقة اللي انت فيه. من التفكير اللي شغال في دماغك. هترتاح. هتحس براحة. تحس بالاطمئنان. هتحس ان حمل من عليك انزاح. هتفتح معك الاوباء. هنا في فرحة في جالب بيتك. الفرحة دي خطوبة لبنتك او اختك او ليك او ليكي. في خطوبة او ارتباط او زوات. لان انا شاف في فرحة في تلال بيس يعني خواتم او دبل كما بيقولوا. او في يعني فرحانين. ولم عيالة. والعيالة كلها ملمومة او لم شمل ومبسطين وسعادة. في فرحة ان شاء الله او نداح بازن الله تعالى. بس انا شافنا في طاقة اطفال. زعلنين. اه كلام يخص اطفال. اه مشتقيل اطفال. او في عندكم اطفال. او اه قصة حمل. في حالة تخص حمل او اطفال بازن الله تعالى. ربنا يبشرك بها قريبا بمشيئة الله. صلى على الحبيب المصطفى. ايه اللي عمل فيديو واللايك احبابي في الله فضلا وليس امرك. شافنا? اللهم صلى على سيدنا محمد. انت اللي بتخلص اوراك نقولوا دي يعني ممكن اللهم صلى على النبي ان شاف بيت قدامك. عايز تشتري بيت او مسكن او آآ شراء محل. انها شاف انا آآ رايح لطريق شراء. بس قدامك يعني عقدة او تعطيل. ممكن نقول بتخلص آآ اوراكه او آآ بتكمل المال او منتظر الرد من صاحب المسكن. لانها شاف عندك نجلة. هتشتري لمسكن جديد ان شاء الله. وهتنتج ليه بازن الله تعالى. اللهم صلى على سيدنا محمد. الفاتح لما اغلق. بسم الله الكاشر. شاف حد هنا. الله مصلى على سيدنا محمد. في وعد ما بينكم وبينه. آآ في حد عطينو وعد. وتأخرتو على الوعد ده. او آآ طولتو يعني بما صح. اكملوا الوعود واقوفوا الوعود. انا عطاتو حد وعد فاقوفوا بالوعد اللي ادته له. او آآ قلتوا لحد وعد فاقوفوا بالوعد اللي وعدته له. كلام سليم. صلى على الحبيب المصطفى على يبدل الصلاة والسلام. الفرحة الباب اللي تجفل قدامك هيتفتح امامك بازن الله تعالى. حقك رادع. اللي اتكلم عليك ازاك بالكلام. آآ قال فيك كلام مش ليس فيه. حقك رادع لك. رادع لك ندمان. لانه داك التعب. داك التعب وكسرت القلب اللي كسرها لك. اتكسر بها واكتر منها. رادع لك ندمان. وهو بيتندم حتى لو ما رادع لكش لكن هو حاليا بيتندم. بيتندم قص واوعر الندم. فحقك رادع لك. في مال دايالك. في مال. الربح من السفر. السفر معاك طريقه مفتوحة كويسة جدا بفضل الله تعالى. وفي مال رادع لك. ردح حق او آآ ديان. في مال دايالك. في مال ربح. انت مقدم على الوظيفة هنا. الوظيفة دي دايالك باسبال الله تعالى. في زيادة راتب او وظيفة. او الشخص اللي هيدعمك هيساعدك بمساعدة كويسة جدا بفضل الله تعالى صلى الله العظيم. رب العشر العظيم ان يسعدكم جميعا وإياكم آمين يا رب العالمين. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك فيها القناة. فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصل كل شديد من اسرار العالم الروحاني. وكنت بتعاني من السحر او مس او من تعطيل او من اي شيء. الرقم امامكم احبابي في الله. اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. وان على الحبيب المصطفى في التعليقات. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واخشي اللهم بنورك كما غشاته سحبت التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولوها العظيم الذي اعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعد. ام من يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء على اهله وصحبه.